عصلي ما عصلي ما اليوم بطلب من احد متابعيني اولفا يعقوبي متابعة وفية للقناة طلبت مني باش نعمل لها الكفتيجي في الفوق باش ما نطولش عليكم الفيديو اخذيت كمية من القرع وتماطم فلفل اخضر وبطاطا كي ما تشوفوا لهنا قطعتهم وكعبات صفصفتهم كي ما تشوفوا فيه طبق امتاع الفور وثوم حطيته فوق التماطم دو باش نضيف عليهم رشة فلفل اسود ورشة ملح من بعدك شوية زيت من الفوق وندخلهم للفور يتيبو طريقة سهلة وفي نفس الوقت كي ما قاتل نحبو في الفور وصحيا في نفس الوقت كي ما تشوفوا لهنا جيت على التماطم حديث شوية تبل وكروية فوق التماطم بصراحة يعطيها بالناء للتماطم امتاعنا وللكفتيجي في نفس الوقت الفور نخليوه على اعلى درجة ملو طقوم الفوق ونقربو هكا نحاول تبق متاعي نحطوا قريب هكا للشوية باش هذيك معانتها يتشوى في نفس الوقت وكي ما قطعتكم يتقلوه يتشوى حصيلو ايتيب في وسط الفور صراحة في جيبنين كي ما تشوفوا لنا حطيت علي الزيت هذي هكا النتيجة بعد ما خرجتوا من الفور كي ما تشوفوا حطيتوا في البول وبسكينة مخالفة هكا معانيتها كلي نجم يعملها يعملها كي ما معانيتها في يعملوها في الصناعي يقولوا احنا بالسكينة هكا زوز كيكل مع بعضهم ونحاول انقصوا ولي هنا قليت حبة بيض وكما تشوفوا لهنا حطيتها هكا ملفوق وقصقصتها بالسكينة عندي شوية كبدة فوحتها وشويتها كما تشوفوا لهنا قطيرة زيت في الطاجن وحطيتها شويتها في الطاجن كما تشوفوا لهنا هكا غير ما نقليوها شوية زيت ونشويوها شوية اذا تحب تقليها واذا تحب دخلها للفور كيف كيف عندي شوية بطاطا قصيتها هكا معانيتها مرسوية طويل خشين شوية فوحتا بشوية فلفل اسوأ شوية عفوا ملح وشوية كركم وقليتهم نحب ذيك البطاطا الجيني هكا معانيتها مرسوية نحب التخشين هكا الكفتاجي بعد ما قصيته حتيته في البلا وضفت عليه شوية زيت زيتونة من فوق وهذا كتريفة الكبدة كما تشوفو لهنا هكا ملفوق مرسوية والبطاطا بطبيعة ما بعد ما ما سمتها شوية بعد ما مقطرتها من الماء وقليتها في الزيت جينا البطاطا بصراحة بنينا برشا بالطريقة هذي عندي فيديو امتاع بطاطا مقلية وحدها خليه لكم في صندوق الواصف وهذه هي هكا الكفتاجي امتانا ان شاء الله نكون وفقت وان شاء الله نكون وصلت لك المعلومة يألفة ومن فوق بالتبيعة نقوله كفتاجي نعملوا عليها هذيك رشة البصل امتانا ورشة المعد نوس وتيكلوا بالشفاء ونودكم ومن شاهيكم باي باي وبسلامة